السلام عليكم يا إخوة انظر إلى هذا الأشعر وكأنه جاء بالأسد من أذنه كما يقول إحنا في تونس يقولوا أخوتنا الجزائرين والمغارب يقولوا جاء باسمع من أذنه على عاقبتك يا وهابي الله رفع إيسا إليه أي حيث هو الله هذا فهم كنت السطحي فوق السماء ف السماء يعني فوقها لأن حرف الجرفي يفيد الفوقية أيضا في اللغة العربية والأدلة لا حصل لها يعني من القرآن قل سيروا في الأرض فمشوا في مناكبها قل سيروا في الأرض فمشوا في مناكبها وكلوا من رزق وليه نشور هو الذي جعلكم الأرض ذرون فمشوا في مناكبها في مناكبها يعني في مناكب الأرض هل في داخلها لا إنما على مناكبها هذه في سورة الملك في سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض في داخل الأرض كما قال لأحد الأشاعر أراد أن يحرف كلم الله قال لي نعم في الأرض نحفر أنفق ونسير في داخل الأرض كي لا يقر بأن حرف الجرفي يفيد يعني يفيد الفوقية أيضا في اللغة العربية فهل تقول بأن الله حل في السماء الثانية هذا إذا كنا نقيص صفات الخالق بالمخلوق نعم فهذه نتيجة حتمية إذا كنا نقيص صفات الخالق بالمخلوق وإذا كنا نعتبر أن صفات أفعال الخالق هي نفسها يعني صفات أفعال المخلوق فهذا هنا يعني ستكون نتيجة حتمية وعندما يقول نبي الله هو لا يعرف وسيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبلي من الصالحين قال عندما يقول لنبي الله بأنه ذاهب إلى ربي وقد ذهب إلى مكان في الأرض هو نبيت المقدس هو يعني أخذ يعني هو لا يدري من هو النبي وإلى أين ذهب هذا ينقل يعني من المواقع لأنه يعيش في يعني في المواقع وليس في الواقع في الأرض هل الله في الأرض يعني هم يعني هذه دايما شبهة الأشاعرة يقول لك هيا إني ذاهب إلى ربي سيهدين إما أن تؤولها أو أن تأخذها على ظهرها وأنتم الوهابية تحرمون وتنكرون التأويل يا سبحان الله من أتحداكم يا أشاعر أن تأتي بنص وحد أننا ننكر التأويل إنما نحن ننهى عن التأويل الفاسد مثل عقولكم وعقيدتكم ومذهبكم ومنهجكم وهذا محذر منه السلف وليس يعني لا نؤول على إطلاقها يعني حتى يعني نساكم حرث لكم لا نؤولها بل نأتي بمحراث ونحرث به يعني يعني نساءنا فهذا يعني هذا يعني سبحان الله يعني حتى المجدون والله يترفع عن هذا التفكير فما بلك بمن يتشدق بالعلم والمنطقة والعقبة فالتأويل الممنوح هو ليس في كل آيات القرآن إنما في آيات الصفات أي تحريفها وصرفها عن ظاهرها وعن معناها الحقيقي هذا هو التأويل الممنوع لكن إن الذهب إلى ربي سيهدين والله كم من أشعر يقال لي أيهابي إما أن تأخذها على ظاهرها وهنا تقول بأن الله يحل يعني في بيت المقدس أو أنك تؤويلها وهنا سوف تعود إلى ماذا بها لسن الجماعة الأشاعرة الذين يقون بالتأويل فقلت لهم سبحان الله وهل تعرفون فيما نتكلم نحن نتكلم عن صفة الله فهل إني ذاهب إلى ربي صفة لله حتى تقول لا تؤول أو تؤول إني ذاهب الرب هذه ليس صفة لله فلا أدري يعني بأي منطق وبأي عقل يعني يفكرون وبأي لسان يتحدثون لا في الأرض الله ليس في الأرض يا رسل الحم يا رسل برشني حل هذا الإشكال يا وهابي من يصف ربه بالمكان والجهة من يصف ربه بالمكان والجهة هم السلف الصالح وهم النبي وهو الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء قبل كل الله سبحانه وتعالى هو وصف نفسه بالمكان فوق العرش العرش مكان والله فوق العرش فوق المكان وحتى شيخكم القرطبي الأشعري المالكي الأندلسي يقول الذين نفوا الجهة عن الله ولم يثبتوها لله هم أهل الكلام ولكن السلف الأول يعني الصحابة والتابعين والتابعين والقرون الثلاثة مفضل الأولى قال يثبتون الصفة ولا ينكرونها بل يحدث يعني الجهة يثبتونها ولا ينكرونها بل ويحدثون بها في كتبهم يعني الجهة لله فيأتي أشعره وقل لك لا نثبت الجهة نعم أنتم أنتم لا تبتون الجهة لأنكم يعني تخالفون يعني كتاب وصلنا وما عليه سلف الأمة كل هذا أنتم تخالفونهم حل هذا الأشكال يا وهابي من يصف ربه بالمكان والجهة الذي يصف ربه بالمكان والجهة هو الله سبحانه وتعالى والنبي والصحابة والتابعين وتابعهم وكل السلف وكل أهل الحق يصفون الله بالجهة والمكان إلا أنتم رفع الله نبيه إليه أي قربه منه قربة منزل لا قربة مكان إذن إني متوفيك ورفيعك إلي يعني أصبح سيدنا عيسى بنفس الرتبة والمرتبة مع الله سبحانه وتعالى لأنه قال إني رفعك إليه والله لو قاله إني رفعك إلى السماء لكان يعني للحديث بقية ولكان هناك يعني مجال النقاش لكن الله يقول إني رفعك إلي يعني هذا إذا قلتم أنه رفعت مكانه فهذا أنتم من تسوون الخلق بالمخلوق وجعلتم مكانة سيدنا عيسى مثل مكانة الله أو في مكانة الله سبحانه وتعالى تعالى الله ما تقولون يا شاعر اقرأ هذه الآيات يا وهابي فإنها لك شفاء وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عقابي وإنه لغفور رحيم هو آلة نسخ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات هنا يشبه الخلق والمخلوق بما أن الله قال رفع بعضكم فوق بعض درجات يا بشر يا مخلوقين فالله مثلكم يعني يعني علوه علو درجة وليست تتعلو مكان وذاته هذا كل شبهكم فهناك كالرفع في الدرجة ولو شاء لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ونتبع هواه فمثاله كمثل الأشعري يعني الكلب الأشعري من تحمل عليه هذا لسه تتحريف من فهمتني إذا قلت فمثاله كمثل الأشعري هذا لسه تتحريف أنا لما قل أن الآية فمثاله كمثل أشعري أنما قلت إنما وصفته إلى أشعري بالكلب مع أن هذا والله في قلة احترام للحيوارات وخاصة الكلاب الأوفية فأنا صلى الله أن يغفر لي يعني على تشبيه للأشعر بالكلب لأن الكلاب أفضل منه فمثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص قصصها لعلهم يتفكرون فهل تظنها رفعة مكان يا وهابي نحن نتكلم على هل الأية تتكلم لا تتكلم عن صفة من صفة الله هذه تتكلم على على بلعام بن بعورا على يعني فيها فيها سحق يعني قوية العلماء أن هذه الأية هذه الأية يعني من سورة الأعراف وهي تتكلم عن بلعام بن بعورا وهو من أكبر علماء بني إسرائيل فهنا نتكلم يعني لا نتكلم على صفة الله إنما نتكلم على بلعام بن بعورا وهو مخلوق من أكبر علماء بالإسرائيل وقيل أنه أوتي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب لكنه مخالطته للحكام وللملوك وللأمراء زل وهذه قصته معروفة وهذه يعني عبرة للشيخ الذين يتبعون الحكام والحكام إذا كانوا يحكمون بشرع الله ويتبعونهم فما لكم بمن يحكمون بغير شرع الله فطم أعظم كما قال الشيخ ابن تيمية وما تترك العالم وما علمه من كتاب الله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كانوا كافر المرتد وذلك يستحق العقوبة في الدين والآخرة وذلك باتفاق المسلمين يعني هذا عالم يتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كافر فإما بالحاكم على كل حال هذا موجود في الفتاو الكبرى لمن أرد أن يتثبت من من يحب الحكام ويدافع عنه ما يقول أنهم ولد أمره يرجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية يكتب فقط على الجوجل وما تترك العالم وما علمه من كتاب الله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله سيجد يعني كلام شيخ الاسلام بمتميه وليس لا لسيد قطب ولا لأي شيخ آخر أو أديب أو شاعر أو بل هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله على كل نرجع لموضوعنا فهل تظنها رفعة مكان يوهابي إنها رفع درجة وتلك حاجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيما عليهم إنها رفع درجة دائما يوهابي وهل هذه صفة من صفة الله هذا خبر وإخبار عن سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا أدري ما علاقتها بصفة العلو لله والله لا أدري إلا إذا كنت تشبه صفة علو الله بصفة علو المخلوقين فهنا يحق لك أن تستدل بهاية الآيات هات آية واحدة في رفعة المكان والجهة لن تجد سبع آيات في الاستواء ثم استواء العرش العرش مكان وبدون منازع حتى المجانين يقول لك العرش مكان والله استواء على العرش استواء على المكان يعني فوق العرش والجهة جهة العلو لأن العرش سقف المخلوقات والله فوق العرش فهم في جهة العلو هذه آيات ويوجد يعني عدة التعيات آمنتم من في السماء كما في سورة الملك يعني متكرر مرتين آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض آمنتم من في السماء أن يرسل عليك محاصبة يعني فلن تجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لن تججججد أملك مضحك والله يا شعروري إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي رفعك إلي يعني جعل جعل مكانتك مثل مكانت يا شمقمق هذه فوقية الرتبة هذا كهو كما نقول إحنا في تونس هذا كهو هذه فوقية الرتبة يعني عيسى رفعه الله إليه يعني أصبح الرتبة مثل الله وهذا فرعون يقول الآن نسيت باء الأشاعر تجر وباء الوهبية لتجر لأننا عندما نقولهم يعني كما في سورة غافر وإذ قال فرعون يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة يقولون أنتم على عقدة فرعون هذه عقدة فرعون هذا كلام فرعون يعني باءكم تجر وباءنا لا تجر وهذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ويقول الملؤ من قوم فرعون وقال الملؤ من قوم فرعون من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأليهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون دائما فوقية قهر هذه عن فرعون فهل تجعل أنت فوقية قهر الله مثل فوقية قهر فرعون سبحانك هذا تشبيهن لا نقول به مرة أخرى أين فوقية الجيحة من الله القرآن لا يوجد يا مسكين يعطيك سكين يا التقريب من الله درجة هو الرفع والابتعاد عنه انزل هنا ردت عليك في فيديو لأنك أثرت عدة نقاط ورد عليها يعني في تعليق يستوجب مني يعني يعني فقرة كاملة لهذا ردت يعني أنا أرد عليك يعني في الفيديو وسوف أنشر الفيديو وأترك لك رابط الفيديو فيه الرد كي كي تتعلم مع أنك لم تجبني على بقية السئلة التي طرحت عليك لم تجبني عليها بل طرحت أسئلة أخرى ولم تجبني وقلت لي أجبتك وأنت لم تجبني ترجمة نانسي قنقر